شهدت محافظة بني سويف إنشاء وتطوي ورفع كفاءة 14 وحدة إسعاف مجهزة بأحدث الأجزاء وبمواصفات فنية وتكنولوجيا عالية يأتي ذلك في إطار خدمات التي تقدمها مبادرة حياة كريمة للمواطنين بتوجيهة من القيادة السياسية خدمات غير مسبوقة تقدمها مبادرة حياة كريمة للمواطنين بتوجيهات من القيادة السياسية لتصل أياد التطوير والتنمية لكل ربوع مصر ولا سيما المناطق البعيدة والحدودية ومنذ انطلاق المبادرات الرئاسية تم وضع تلك المناطق للتطوير من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر وفي قرية أبو شربان انتهت حياة كريمة من إنشاء وحدة إسعاف جديدة بالقرية التابعة لمركز بيبة جنوب بن سويف والمدرجة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة احنا عندنا 14 وحدة إسعافية ضمن مبادرة حياة كريمة استلمنا منها بالفعل 7 وحدات وجاري استلام 4 وحدات خلال الاشبوع اللي جاي أو 10 يام اللي جايين وجاري تطوير 3 وحدات الأخرى طبعا زي ما حاكوا شايفين يعني يمكن العربية بتاعة حياة كريمة دي عربية جديدة احنا استلمناها مجهزة بأحدث استجيزات عشان نتعامل مع أي حالة مرضية أو أي إسابات أو أي حوادث وبنقدم القرية بأهاليها بالطرق المحيطة بها وعايزين نوصل طبعا لسرعة استجابة عالية أو سرعة استجابة قياسية علشان نوصل للمريد أو المصاب في أحسن قدمة إسعافية وشهدت محافظة بن سويف إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 14 وحدة إسعاف بقرى مركزي ناصر وببا حيث تم الانتهاء من سبع وحدات وتشغيلها وتزويدها بسيارات إسعاف جديدة مجهزة بأحدث الأجهزة وبمواصفات فنية كبيرة وتكنولوجيا عالية فيما يتم تسليم أربع وحدات أخرى بعد الانتهاء من التنفيذ وجاري الانتهاء من تنفيذ ثلاث وحدات أخرى خطوات مدروسة تقوم بها المبادرات الرئاسية حيث تم تقسيم القرى الأكثر احتياجا المستهدفة وفقا لبيانات مدروسة